تيار الإصلاح والكهرباء اليوم أصبحت بين ميجا وجيجا وأرقام متفاوتة هنا وهناك في البصرة غضب يشعل شرارة احتجاج على انطفاء شرارة تيار الكهرباء الوزارة وافقت على زيادة الحصة من 1350 إلى 1550 ميجا وط لكن لم تتوقف المشكلة الأساس في جذور أزمة الكهرباء عند حد الأرقام بل إنها قضية تطالها يد إيران التي تصدر الغاز إلى العراق وهذا لي للذراع يفعل ما يفعله التحكم بملف المياه وأكثر تطور في مجال الطاقة وإنتاج الكهرباء سوف يساهم في تقليل احتماد على الغاز والكهرباء المستورة عامل آخر يقطع التيار عن بكرة أبيه إذا شاهدت غياب القانون وعدم احترامه واضحا وضوح الشمس بالتجاوز على المحولات الكهربائية واستخدامها بطرق غير مشروعة وهنا تصبح الحقيقة المرة مظلمة لا كهرباءة نيروبيوتا ألاف العراقيين فيها وتلك طريق أخرى مسببها نهج المنتفعين عندما تتحدث عن نفوذ يغتال جسد الكهرباء والانتفاع بها لصالح جهات تضرب بيد الفساد في وجه مشروعات تطوير قطاع الكهرباء الذي يعاني في العراق من تأخر ودمار وهو الذي يقف وراء تأخر الاستثمار وتطور البنية التحتية وعرقلة عجلة مشاريع الربط الكهربائي وغيرها من محاولات تبوء بالفشل عندما تجتمع كل أسباب انقطاعات التيار الكهربائي فتقف الحلول عاجزة أمام مشكلة باتت اليوم أخطر ما يمكن النظر إليه في طريق المخاطر التي تضرب حاضر العراقي ومستقبله ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر